الحسم الاقتصادي هو الخيار الوحيد المتبقي أمام الولايات المتحدة الأمريكية لحل أزماتها المتلاحقة في المنطقة بضربة بولنغ واحدة مؤشر برينت بخطه الأحمر العريض أوعز كثير من المحللين الاقتصاديين بكثير من حسن النوايا بخضوعه لأساسيات السوق وهي قاعدة العرض والطلب وفرة الإنتاج مع تراجع الطلب على النفط في ظل البدائل الأخرى التي أحدثها غلاء أسعار البترول كالنفط الصخري والذي تسابق الولايات المتحدة إلى إحراز صدارة في إنتاجه ظهور لاعبين جدد كمصدرين ومنتجين للبترول كفنزولا والبرازيل وتراجع النمو في السوق الصينية والاقتصاد العجوز للقارة العجوز لم يكن كافيا لدفع منظمة أوبك للتراجع عن قرارها بعدم خفض إنتاجها اليومي للبترول كان كفيلا بأن تشهد أسواق النفط هذا الهبوط الحاد في الأسعار رغم التحذيرات المستمرة لبنك النقد الدولي ثمانون دولار هو الحد الذي ينظر إليه كثير من المحللين الاقتصاديين على أنه ضمن نقطة التعادل التي قد لا تلحق ضررا بالاقتصاديات النفطية على اعتبار أنها اقتصاديات هشة انتعاشها وانهيارها منوط ببترول والدولار كاقتصاديات دول الخليج التي تشكل عوايد النفط بمثابة 90% من حجم الاقتصاد ضربة البولنغ التي يرى المحللون أنها كافية لحل أزمات الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط هي ثلاثية الذهب الأسود والريات السوداء والرجل الأسود في البيت الأبيض فالبعض يرى أن ما تشهده أسعار النفط من تراجع هو بمثابة صفقة خليجية أمريكية مفادها إحراج الخصوم السياسيين من خلال السعر البترودولار لدفعهم لتقديم تنازلات استراتيجية ومن يقع في مواجهة كرة البولنغ هو خصم الكيان الصهيوني الأول وأحد الأذرع التي لا زالت إلى الآن تقوض مضجع الأزمة السورية إيران التي تسعى إلى رفع العقوبات عنها واستعادة مكانتها النفطية كدولة مصدرة للنفط الهدف الثاني لكرة البولنغ أن السيناريو البترودولار كان كفيلا في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات إلى انهيار الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي فروسيا الخصم الثاني في هذه اللعبة خصوصا بعد أن أقرد صفقة دستيراد النفط الإيراني لن تكون فينزولا والبرازيل بمنع عن هذا أيضا على اعتبار أنها تمثل المعسكر المناوع للولايات المتحدة بعض المراقبين والأكثر تشاؤما ذهب إلى أبعد من ذلك فقد رأى أن هذا التلاعب الجيوسياسي قد لا تكون الولايات المتحدة وبعض دول الخليج بمنع عن فهم يرون أن الولايات المتحدة مقدمة على مشروع غير متوقع في المنطقة وهي ترسل إشارات تحذيرية إلى أكبر دولة منتجة ومصدرة للنفط وهي المملكة العربية السعودية بعدم إعادة سيناريو 73 عندما استخدمت المملكة سلاح النفط لإحداث توازنات في الرقعة السياسية ترجمة نانسي قنقر